من سبع تلاف سنة المصري كان مجغول بفكرة الخلود فكرة غريبة لكنها خلته يخلق طرق جديدة بتحققها فكر ازاي يستغل كل الموارد اللي حواليه وفي نفس الوقت يحافظ عليها موارد زي الشمس والرياح والمياه يحقق بيها حلمه في الخلود والحياة بعد الموت ويخلق حضارته اللي هتعيش سنين طويلة كأهم حضارة هتعرفها الإنسانية لحد النهاردة وما اكتفاش بكده كمان دون قانون يحمي بالموارد دي ويفضل ملتزم بيه كل مصري لم ألوس ماء النهر لم أقتنس طيوراً من برار الآلهة ولا سمكاً من بحيراته لم أمنع ماء الفيضان في موسمه النهاردة لما نتكلم عن مصر هنلاقي تطبيق حي لنفس الفكرة لكن بهدف مختلف وهو إننا نحافظ على استمرار الحياة على الكوكب ونضمن للأجيال اللي جاية موارد طبيعية ونظيفة تأمل لهم وستقبلهم وده اللي بنشوفه في مشاريع جديدة هدفها الاستخدام الزكي وكل الموارد الطبيعية وللمحافظة عليها من الإهضار أو التلوث ونخلق حضارة جديدة تبهر العالم كله ومع إن مصر أقل الدول المشاركة في الإنبعاثات الكربونية لكنها من أكثر الدول المهددة بأخطار تغير المناخ وعشان نتحرك في طريق الوصول لحل يحمينا من أي أخطار كان لازم نشتغل على مجموعة محاور زي تدشين مشروعات إنتاج الطاقة تنمية الموارد المائية تطوير البنية التحتية إنشاء مدن جديدة خضراء وتطوير الريف كان لازم نأمن وجود مصدر للطاقة الشمس مصدر الطاقة الأول طاقة نظيفة ومتجددة والاعتماد عليها هو أسرع الطريق بتقييل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون مصر استثمرت 20 مليار دولار في مشاريع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة اخترنا أرض أسوان لأنها واحد من أكتر الأماكن اللي بتصطع فيها الشمس بسبب موقع مصر الجغرافي اخترناها عشان نبني عليها واحد من أهم مشاريع مصر في إنتاج الطاقة مشروع محطة بنبان واللي تعتبر واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم واختارها البنك الدولي كواحدة من أفضل المشاريع في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ومش بس محطة بنبان مصر توسعت في محطات تانية زي الكراينات ومحطة الخلايا الفوتوبلتية عشان تساهم في التخفيف من الاعتماد على الطاقة غير المتجددة والضارة بالبيئة الرياح قوة تقدر تطير ريشة تحرك مرجل أو تشغل توربينات تعملاقة تنتج طاقة تنور بيوت ومدن في رأس غارب يوجد واحد من أكبر تجمعات مزارع الرياح في العالم أكتر من 290 توربينا بتشتغل ليل نهار عشان تنتج طاقة كافية إنها تنور أكتر من 350 ألف بيوت وتصنفت كأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم بسبب زكائها وتطورها المحطة دي في وقت مرور الطيور المهاجرة بتقف تلقائي واتبع عملها بعد مرورهم عشان تساهم في حماية طيور ندرة من الإنقراض ومش بس محطة الأصغارب مصر استثمرت في زراعة الرياح مشاريع تانية زي الزعفرانة ومحطة جبل الزين وبتتوسع أكتر في مجال الطاقة الجديدة وإنتاج الهايدروجين الأخضر عشان تحقق هدفها في سنة 2035 إنه يبقى 40% من الطاقة اللي بتستخدمها مصر طاقة نظيفة ومتجددة لأكتر من 50 سنة بحيرات كتير في مصر كانت بتعاني من الإهمال خير كتير كان محروم منه الشعب المصري بحيرة المنزلة مثلا مصر احتاجت أكتر من مليار جنيه عشان تزيل المخلفات والملوسات منها وترجعها لحالتها الطبيعية وترجع معاها الزراعة السماكية في مصر مرة تانية للصدارة ده كان جزء بسيط من المشروع القومي لتنمية الموارد المائية لرفع كفاءة البحيرات ومصر بتضخ فيه استثمارات بتوصل لخمسين مليار دولار بحيرات زي بحيرة ناصر البرولوس البردويل وغيرهم خاصة أن أغلب البحيرات موجودة في شمال الدلتة المنطقة اللي تعتبر واحدة من أكتر تلات مناطق في العالم مهددة بسبب تغير المناخ الخطة موقفتش عند البحيرات بس لكن لتخفيف درجات الحرارة كمان كان فيه خطة خاصة بتطوير منظومة الزراعة والري والاستثمار في الأراضي الصحراوية لتوسيع رقعة المناطق الخضراء زي المشروع القومي لزراعة وتأهيل مليون ونص فدان ومشروع تنمية جنوب الوادي تشكا واللي اتصرنا في كواحد من أفضل المشاريع البيئية في العالم لكونه مشروع متكامل بيساهم في توسيع الرقعة الخضراء وبيقام عليه مشاريع ضخمة في مجال الصناعة والزراعة ده غير مشاريع تحويل نظم الري اللي برضو اتطبقت في أكتر من 3.7 مليون فدان تم تحويلهم لطرق ري حديثة كل دي مشاريع هدفها التخفيف من الاستخدام اللي ممكن يضر مواردنا الطبيعية الحفاظ على الموارد المائية ما بقاش اختياري بقى لازم نستغل كل نقطة مية متاحة عشان كده مصر أنشأت محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الصحي المحطة المسجل باسمها 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس لأنها أكبر محطة معالجة مياه سلاسية في العالم بتكلفة تجاوزة المليار دولار بتندج أكتر من 5 و 6 من 10 مليون متر مكعب واللي بيهم مصر بتستصلح 500 ألف فدان لتنمية سينا وفي خطوة تانية للحفاظ على الموارد المائية وتحسين الوضع البيئي مصر بتضخ استثمارات كبيرة في مشاريع تبطين الترع اللي تعتبر من مشاريع التكيف الرائدة مش بس في مصر لكن في قرة أفريقيا كلها المشاريع بتستهدف تأهيل أكتر من 20 ألف كيلو متر مربع من الترع المنتشرة في كل أنحاء مصر ده غير استثمارات تقدر بقيمة 2 مليار جنيه في مشاريع الحماية من أخطار السيول واللي هدفها الحفاظ على الأرواح من أي أخطار والاستفادة من مياه الأمطار مع قلة الموارد المائية المتاحة تلوث الشواطئ ومياه البحر نتيجة المباشرة تدمير الحياة المائية وغيرها كثير من الأثار السلبية على البيئة عشان كده كان لازم نتحرك بدأنا حملة بلولاجون اللي ساهمت في تطوير الشواطئ في منطقة البلوهول والبلولاجون وما بينهم بطول 4 كيلو متر وده كان تحرك ضمن الخطة المصرية في التقليل من تلوث البحار ومن البحر مصر قدرت تستثمر في مشاريع ضخمة زي مشروع الجلالة لتحليط مياه البحر اللي تكلف 2 مليار جنيه لإنتاج 150 ألف متر مكعب في اليوم ومش بس مشروع الجلالة ده في غيره في الضبعة والغردقة والمنصورة ومطروح التكدس المروري وضعف البنية التحتية أسباب دفعت مصر لإقامة مشاريع ضخمة كان هدفها تسهيل حركة المواطنين والحد من الانبعاثات الكربونية الملوسة للبيئة عشان كده فلسفة مصر وهي بتفكر في كل مشروع كانت قائمة على أسس صديقة للبيئة مصر ضخت استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية واللي شملت تطوير أكتر من 7000 كيلو متر طرق تساهم في التقليل من حالك التكدس المروري وبتخلق شرايين جديدة للحد من تلوث البيئة طرق جديدة مجهزة بمحطات شحن كهربي استعداداً لمستقبل بيعتمد على الطاقة الكهربائية وغيرها من مشاريع تحويل السيارات الحكومية بالكامل للعمل بالغاز الطبيعي مشاريع هدفها التخفيف والاعتماد على مواد أقل ضرراً وعشان نطور من منظومة النقل الجماعي في مصر ونساهم في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الإنبعاثات والتلوث البيئي بدأنا تنفيذ مشاريع بتعتمد في تشغيلها على الطاقة النظيفة زي المونوريل، القطار السريع، الأوتوبيسات الكهربائية خطوط المترو الجديدة، مشاريع مصرية اتنفذت في وقت قليل بمواصفات عالمية تسمح بالحركة بشكل أسرع وإنبعاثات أقل وفي مشروع مصر الأطخم، مشروع تنمية محور قناة السويس اللي ساهم فيه كل الشعب المصري كان من أهم أهدافه إضافة محور جديد للقناة بيسمح بمرور نوعيات سفن مختلفة بشكل أسهل وأسرع ده غير المشاريع الاقتصادية الكبيرة اللي تنفذت في القناة من مزارع سماكية ومواني جديدة تساهم في حل جزء من التلوث البيئي وتقليل الإنبعاثات والاستفادة بأكبر قدر من مواردنا الضغط على العاصمة بسبب الزيادة السكانية اللي بتعاني منها مصر كل سنة كان سبب كافي إننا ننشئ مدن جديدة تساعد في استغلال كل الأماكن المتاحة للحياة عشان كده بنينا أكتر من 30 مدينة جديدة مبنية على أسس صديقة للبيئة تخفف من أثر التغيرات المناخية وده اللي حنشوف تطبيقه مثلاً في العاصمة الإدارية عاصمة متكملة بتعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة مباني بتعمل بالطاقة الشمسية مساحات خضراء تساهم في التقليل من درجات الحرارة حتى تدوير المخلفات فيها بيتم بتكنولوجيا ما بتسمحش بأي ضرر بيئي يسكر العاصمة الإدارية الجديدة فيها أكبر منتزه في العالم على مساحة 11 فدان وبطول 11 كيلو متر واللي فيها بيمر النهر الأخضر وطول 35 كيلو متر عشان نحاكي تجريدة نهر المير ويربط كل أحياء العاصمة ببعضها كل ده كان ضمن الخطة المصرية لتخفيف أسار التغيرات المناخية في مصر والعالم في مدينة شرم الشيخ أهم مدن مصر الساحلية والمصنفة عالمياً كواحدة من أغنى المدن بالسروة البحرية طبقت مصر خطة شاملة لتحولها لمدينة خضراء كان ضمن الخطة بجهيز الفنادق والمطاعم ومراكز القرص لحد وسائل المواصلات اللي بقت بتشتغل بالكهرباء في كل أنحاء المدينة استعداداً لتطبيق الفكرة في كل أنحاء الجمهورية التحركات المصرية في تأسيس الجمهورية الجديدة كان جزء أساسي منها تطوير الريف المصري واستهداف الفئة الأكثر احتياجاً للدعم عن طريق مبادرة حياة كريمة اللي وصل إجمالي تكلفتها لـ 800 مليار جنيه وبيوصل دعمها لأكتر من 60 مليون مصري المشروع بيساهم في توصيل الغاز الطبيعي لكل قرى الريف ده غير مشاريع تبطين الترع تدوير المخلفات معالجة مياه الصرف الصحي توصيل الإنترنت فائق السرعة لكل القرى وبكده تكون المبادرة حققت أهداف الدولة المصرية في التخفيف والتكيف مع أثر التغيرات المناخية اللي حصل في مصر في السنين الأخيرة كان كبير لكن كان ضروري كان لازم ناخد خطوة عشان نساهم بدورنا في حماية العالم ونبني بلدنا بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة ونحافظ على مواردها عشان تعيش لأجيال جاية تضمن لهم مستقبل يساعدهم على التقدم والتطور اشتركوا في القناة